بينا جماعة تاني لحضراتكم مازال الحديث مستمر حوالين الصفات ان الواحد مفروض يكاسبها او بيحلم ان هو يخرج بيها من الشهر الكريم ايه هي الصفة اللي تحب تخرج بيها من شهر رمضان ده سؤالها النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك اجابات حضراتكم جميلة ربما كلها لها علاقة بالكلام اللي اتكلمنا فيه في البداية الاستاذ اسماعيل خلف تأول التعليقات ربما بيتفق معنا في الكلام اللي قلناها وبيقول صفة الصبر اللي حب أخرج بيها من شهر رمضان طبعا الصبر يعني هو اهم حاجة لو قدرنا نخرج بيها يا ريت استاذ احمد عمر بيقول القرآن الكريم يمكن احنا للأسف بنهجر القرآن بقية السنة بنقرأ منه بسيط لكن في شهر رمضان بنبعيزين ندوس بنزين ونختم القرآن اكتر يمكن من ختمة فبنتمنى ان احنا نقدر نعمل ده بقية الشهور صحيح حماد البهنساوي بيقول الصلاة ثم الصلاة نفس الكلام اللي انت قلتين الناس كلها ربما بتصلي بس في شهر رمضان وبقية السنة ربما تقطع وتهجر الصلاة فليما يبقاش ده هو نفس الايه الاقاع يعني استاذ هادي بادي بيقول صلاة الترويح صلاة الترويح في رمضان بس ما فيهاش وشاينفى نكمل بيه ايه العمدة عماد ابو حجاب تقول العفو والمغفرة وانا ربنا هتقبل مننا الصيام والقيام وقراءة القرآن يعني العفو والمغفرة دي من الواحد عنده القدرة البشرية انه يقدر يعفو عن يعني العفو عند المقدرة فعلا دي مهمة جدا صحيح استاذ علي العميري بيقول القرآن الكريم وصلاة الترويح والبعد عن المسلسلات وصباح الخير يا مصر رمضان كريم والله يعني انا هقولك على حاجة يا استاذ علي في رمضان احنا بنعمل اللي علينا اللي نقدر عليه ان احنا فعلا نعمل العبادات كلها لكن انت بتبقى وقت الفطار كده عايز تتفرجلك على مسلسل يعني اكيد مش هتبقى متابعة كذا مسلسل في نفس الوقت لكن ما يضرش يعني وبعدين ما فيه مسلسلات جميلة زي الإمام الشافعي وفيه مسلسلات تاريخية وفيه وجبات مختلفة الحمد لله يعني ايه رمضان افضل للسنة دي من سنوات كتير جدا عبدالحكيم الحايس بيقول صباح الخير عليكم ده اللي ربما كنت بتكلم فيه معاكي في المقدمة اجمل صفة في رمضان رغم الظروف الاقتصادية هي توزيع الاكل بالمجان في جميع محافظات مصر تنفيذا لمبادرة كتف في كتف الخير يفضل يجبر ويلف والشعب المصري ابهر شعوب العالم بتقديم المساعدات الخيرية اتمنى اتمنى مرة تانية ان ده يستمر بعد شهر رمضان فيه ناس بتتعفف من السؤال رغم الظروف الاقتصادية انك وقت الفطار بتدي تمر او بتدي عصير انت ما بتقولش انت محتاج انا بكرم من غير حاجة فيه ناس بتعمل ده وقت الفطار ليه ده ما يبقاش طول السنة بأشكال مختلفة طبعا عارف ده فايدة الصدقة ان بيقولك دايما الاجر اللي ينزل يدور على المحتاج ايوه غير اللي بيدي اللي اول واحد يشوفه قدام طبعا بنا يجعلنا من الناس دي يا رب استاذ محمد رحمي بيقول القراءة القرآن والتحلي بالاخلاق الحميدة والصبر يعني اكيد يعني دي من الصفات اللي بنتمنى كلنا نحنا نكمل بيها اخر تعليق اللي استاذ علاء ابو زيد صباح الخير عليكم الصبر وحب العطاء والاخلاص ودي من الصفات اللي يحب يخرج بيها الاستاذ علاء من شهر رمضان مستنين اجابتكو ندردش فيها نتكلم فيها سؤالنا النهاردة ايه هي الصفة اللي تحب تخرج بيها من شهر رمضان الكريم اكتبها وحندردش فيها وحنقولها ورب كلنا نخرج بها دي صفات من خلال هذا الشهر امين يا رب خلونا نروح لفصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا خليك ومعنا